بسم الله أبو الإبن والروح والكدس الإله الوحد أمين في سفر التكوين الإصحاح 49 دعا يعقوب بنيه اللي هم الاثناشر وقال اكتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام اكتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب واصغوا إلى إسرائيل أبيكم اللي هيتقال بعد كده هو نبوة تنبأ بيها يعقوب أبو الأباء عن كل واحد من أولاده بس لما قال بما يصيبكم في آخر الأيام بيّن أن الكلام اللي قاله مش هيتحقق في أيام أولاده لكن في أيام الأجيال اللي جاي بعد كده هو كان عنده كم ولد؟ صفت يهوزا هارا تاني العددين دون دعا يعقوب بنيه كل الاثناشر وقال اكتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام كلمة آخر الأيام يقصد بها أيام المسيح التعبير دوت لما يتقال المسيح جاء في ملء الزمان أو كلمة آخر الأيام مش معناها المجيء التاني لكن معناها مجيء المسيح اكتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب واصغوا إلى إسرائيل أبيكم النبوة الخاصة بيهوذة تبدأ من عدد رقم تمانية هنركز مع بعض وأعتقد النصوص قدامكم بيقول يهوذة إياك يحمدوا إخوتك كلمة يهوذة معناها بالعربي يشكر أو يحمد يشكر أو الثناء يعني واحد بيشكر فيهوذة ابن عقوب في الحقيقة محد شكره يهوذة كان له أخطاءه وصرته مش حلوة لكن هو يقصد بيها مين بقى يقصد بيها مين المسيح اللي جاي من نسل يهوذة هو ده مفتاح فهم النبوة يبا إياك يحمد إخوتك معناها الناس تشكر المسيح المفهوذ دائما يكون الشكر المين لا الله يبا إياك يهوذة على أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد جاي من نسل يهوذة وإحنا حتى في أسبوع البسخة وفي احتفالنا بألام المسيح الخلاصية المحية بنقعد نقول لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين فنحن نحمده ليه قال هنا إخوتك هل إحنا إخوة للمسيح والعبيد إخوة إزاي يعني أيوة لما هو تجسد وصار ابن إنسان صار أخي لنا كلنا هو ابن مين ابن الآب ابن الله عشان هو صار أخي لنا خلانا إحنا إيه ولاد الآب أولاد الله فهو أولاد الآب في عقيدة مهمة في المسيحية اسمها التبني لله الآب يقول لي بسرعة بقى إحنا بنتبنى لله الآب إمتى في المعمودين نصير أبناء الله الآب اللي هي قال عنها معلمنا يحن في إنجيله أما الذين قبلوه فعطاهم السلطان أن يصيروا أي المؤمنون باسمه الذين ودوا ليس من دم ولا مشيئة جسد ولا مشيئة راج البل يعني المعمودية ما هيش ميلاد جسداني لهو من أب ولا من أم ولا مشيئة جسد ولا مشيئة دم ولكن من الله معمودية معناها الميلاد من الله إياك يحمد إخوتك صرنا إخوته بسبب تجسد يدك على قفى أعدائك يده على قفى أعدائك فيه فرق بإن أنا يدي على وجه عدوي معناها هو بيهاجمني وأنا بيدفع عن نفسي لكن على قفى معناها أنه هو إيه؟ بيهرب بيهرب مني فطبعا يدك على قفى أعدائك كناية عن نصرة المسيح على أعدائك من أعداء المسيح؟ شياطين هل المسيح لها عدوة مع البشر؟ طب وبالنسبة للأشرار فيه عدوة؟ فيش عدوة الله محب البشر ويريد أن جميع الناس يخلصون واللي معرفة الحق يقبلون لكن مين العدوة؟ حتى إحنا البشر مين عدونا؟ هل لينا عداء من البشر؟ مش مفروض حتى لو كانوا فيه ناس بيحاولوا يعادونا إحنا من ناحيتنا مفيش عدوة خلي بالكم دي حاجة مهمة جدا في السلوك كمسيحيين عشان تبقى مسيحي لازم ما يكونش ليك عدوة جايز يكون ليك عدوة بس من جهته مش من جهتك عشان كده يقول معلمنا أبو ليس الرسول إن كان ممكنا فعلى قدر طاقتكم سلموا جميع الناس ليه قال إن كان ممكنا على قدر طاقتكم؟ لأن ممكن الطرف التاني هو اللي مش قادر يقبل صدقتك لكن حتى لو هو عدو أحبه إيه؟ محبة حقيقية مش محبة لدقبله مسية ولا مجرد لتنفيذ الوصية وإلا ما بقاش مسيحي علامة الإنسان المسيحي أنه يحب على طول الخط سواء أنه قدامك استوعب محبتك أو ما استوعبهاش بدلك الحب بحب أو بدلك الحب بعداوة زي الشمس التي تشرك على كل الناس وزيما المسيح قال إن أحبابتم الذين يحبونكم إيه بقى يعني الفضل بتاعكم إيه بقى الإنسان دايما في حالة محبة للجميع عشان كده لما يقول يدك على قفى أعدائك معناها الشياطين يبقوا مضحورين أمام المسيح المسيح لما كان يمشي نسمع القول دا حتى بنقوله في إنجيل الغروب كل يوم وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله يعني مطرح من المسيح يمشي الشيطان يتغلب وعشان كده المسيح قال رأيته الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق وقال ها أنا أعطيكم السلطان لتدوسوا حيات وعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء لأن الشيطان مهزوم قدام المسيح وطبعا أكبر موقع حربية تم فيها هزيمة الشيطان هي ايه الصليب جلجوسة على طول كده عشان كده يوم النصرة ويوم القوة والمجد والبركة والعزة هو يوم الصليب لما نقول ملك الرب على ايه خشبة ده ملك عشان كده لما قال له يدك على قفى أعدائك بينبئ عن هزيمة الشياطين يسجد لك بنو أبيك احنا لسه قالين مين هو أبوه الله لأن المسيح هو ابن الله طب مين بنو أبيه احنا اللي بقينا أبناء القاب بسبب تبني فين في المعمودية نتيجة ان احنا أبناء القاب نسجد للابن مش نبقى الروس تساوت لأن في ناس بيعلموا بكده ان احنا صرنا أبناء الله زي بالضبط ما المسيح ابن القاب ايه رأيكم انتو؟ ينفع يكون بنوتنا للقاب زي بنوت المسيح للقاب ايه الفرق؟ هو بالطبيعة واحنا بالتبني احنا واخدينها نعمة لكن هل المسيح منح أن يكون ابن الله منحة؟ ومال ده ايه؟ طبيعة عشان كده بالرغم ان احنا بقينا ابناء القاب لكن نسجد للابن في الاول قال يحمدك اخوتك معناها ان احنا هنشكر وبعدين قال كمان وايه؟ ونسجد احنا نقدم العبادة النقية لله الاب وابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح بالروح القدس وبعدين يقول يهوذة جرو اسد يعني جرو صغير اه يعني لسه اسد صغير يعني هو ابن اسد مين الاسد بقى؟ القاب والجرو المولود منه هو مين؟ الابن وفي سفر الرؤية يقول عن المسيح الاسد الخارج من صبت يهوذة فقال يهوذة ده جرو اسد الاسد طيب يفترس ولا يفترس طب هل المسيح افترس؟ وما اللي اللي حصلوا على الصليب افترس حاجة عجيبة بقى طب ساعدوني بقى المسيح حمل ولا اسد؟ ايه رأيكم؟ حمل من جهة انه هو ايه؟ ذبيحة واسد من جهة انه هو ايه؟ قائم مش مغلوب عشان كده تلاقوا فيه اربع حيوانات غير متجسدين موجودين في السلام شكلهم ايه؟ اسد ونسر وانسان وثور طب تعالوا نتطبعهم على حياة المسيح الانسان ده يرمز للايه؟ تجسد طب والثور زبيح طب والاسد قيامة طب والنسر الصعود لا قولوهم تاني الاسد ايه؟ تجسد في الانسان تجسد وبعدين الثور زبيحة والاسد كيامة والنسر الصعود فالمسيح لما يتقال عليه حمل لانه حمل خطيانة ودخل الدبح على الصليب لما يتقال عليه اسد لانه ايه؟ غير مغلوب عشان كده يقول هنا ايه؟ يهوذة جروا اسد بعدين يقول من فريسة سعدت يبني هو اسد ولا فريسة؟ ها على الصليب كان ايه؟ ويوم الايامة سعد من حالة انه فريسة ايه؟ روها تاني كده؟ من فريسة سعدت يبني يعني كان فريسة ولكنه خرج من فم الموت وهو غالب للموت يعني فيه فرق بين مصارع جبار وفيه وحش ماشي في الشوارع بيأكل الناس وجه المصارع الجبار من بعيد خبطه برصاصة موته كلنا نهتف الراجل الجبار عارف ايه هجب ايه بالوحش لكن ايه رأيكم لما يكون الجبار يروح يصارع الوحش ويخبط فيه والوحش ياكله ونظن ان هو ضاع لان الوحش اكله ولكن بعد ثلاث تيام لقيه؟ خرج من جوف الوحش بعد ما عمل ايه في الوحش؟ موته من جوه ويطلع يقول اين؟ شوكتك يا موت اين غلبتك يا هاوي هذا هو المصارع الجبار بتاعنا عشان كده في النبوة قاله انت هتصعد من حالة انك كنت فريسة من فريسة سعدت يبني جثة وربضة يعني جثة قاعد وربض معناها ايه؟ قاعد نايم كأسد وكلبوت من ينهده من ينهده معناها ايه؟ مين يقدر مين يقدر يروح للأسد يقومه من قاعدته لكن هو هيقوم ازاي؟ بذاته فهنا اشارة لان ما حدش يقدر يقف على قبر المسيح يقول يسوع هلما خارجا مين اللي عمل دي؟ المسيح مع مين؟ لكن حد يقدر يقف عند قبر المسيح يقوله يسوع هلما خارجا من يستطيع؟ من ينهده؟ لانه سينهد بارادته بذاته بدون مساعدة من احد وطبعا قال لا يزول قديب من يهوده ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب القديب هو قديب الملك حتى يسموها العصى المرشلية لكن الملوك زمان كان يمسكه قديب كيف فاكرين قصة أستير؟ سولجان الملك إنه هو لو أستير معدية كامل قدام الملك لو مدلها القديب الزهب وتلمسه معناها قبل يقبلها ولو مقدمش دوت يحصل لها إيه؟ يقدموها اللي يدخلك عند الملك بدون إذنه فده قديب الملك عشان كده قال لا يزول قديب من يهوده ومشترع يعني إيه؟ يعني إيه مشرع؟ واضع شريعة هو مين واضع الشريعة؟ الله شريعة العهد القديم مين حطها؟ طيب ومين عمل شريعة العهد الجديد؟ بنت إمت حكاية شريعة العهد الجديد؟ اللي هيلقطها بقي شاطر قوي سمعتم أنه قيل كذا؟ أما أنا فأقول لكم كذا؟ يبقى ده مشترع وكلمة من بين رجله يعني من نسله لا يزول قديب من يهوده يعني الملك في صبت يهوده هو الملك ابتدى في صبت يهوده من أول مين؟ من أول داود فعلا عشان كده يركز النبوع المسيح ابن داود حتى تلاقوا في إنجيل متة في أوله يقول لك كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم قال داود قبل إبراهيم ليه؟ لأنه عايز يقول ده الملك اللي هو ابن داود وهو ده ابن الموعد اللي وعد به إبراهيم ابن الإيمان فهنا لا يزول قديب من يهوده الملك لأن المسيح هو الملك ومشترع معناها واضع شريعة يبقى هو الملك وهو المشترع بتاع الشريعة الجديدة حتى يأتي شيلون كلمة شيلون هي بقى نك نيم عارفين أنك نيم؟ يعني اس شهرة أو اسم حركي أو اسم رمزي للمسيح شيلون وله يكون خضوع شعوب بعض الناس يقولوا كلمة شيلون معناها الذي له يعني أو أهي أو هو أو حاجة زي كده يعني إيه هو الله؟ وله يكون خضوع ايه؟ شعوب ولا أشعوب؟ ليه جاي من غير آلف ولا آم؟ لو أشعوب معناها ايه؟ شعوب محددة لكن شعوب طب هو المسيح يخضع له شعوب ولا أشعوب؟ شعوب مفتوحة أي حد من أي حتة من كل اللغات من كل الألسنة من كل القوميات من كل الأمم ولا كانوا اليهود بس؟ لو كان اليهود كان يقول له يكون خضوع الشعوب الشعوب لكن لو قال الشعوب معناها ليه ناس ناس لكن لما يقول ويكون له خضوع شعوب معناها الباب مفتوح لأي حد يحب يخضع للمسيح خضوع المسيح خضوع حب ولا خضوع رعب إحنا بنحب نخضع ليه ولا بنتزمر من خضوعنا يعني المسيح لما يدينا أمر نتأفف ولا نقبله بفرح ليه؟ عشان نزلولين؟ عشان ايه؟ بنحبه طب إحنا بنحبه ليه؟ لأنه حبنا أولا علاقة جميلة زي الراجل مع امراته لما يكون بيحبها وهي بتحبه تخضع له بمنتهى الفرح أي تعليمات يقولها لها تنفذها بكل فرح لكن لما يكون مؤذي ومتعي بتبقى العلاقة مش طيبة المسيح عريس للكنيسة وعريس للنفس عشان كده الخضوع ليه خضوع محبوب لأنه هو بيحبنا وإحنا بنحبه الحداشر بقى الآية 11 دي مهمة جدا يقروها معايا رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانيه خلينا في الحتيتين ده ايه الجفنة؟ لا مش جفن العين اللي هي بتاعت ايه يعني بيعملوا فيها ايه في العينة؟ المعصرة بتاعت العينة هنا الكرمة والجفنة ايه الكرمة؟ اللي هي ترمز لايه؟ ها المسيح لما قال انا الكرمة وأنتم الاغصان انا الكرمة وابي الكرام طب ايه الجحش وابن الاتان؟ ده لسه محتفلين بيه؟ مبارح حد زعه الجحش اللي هو ابن الاتان اتان يعني ايه؟ الانثة بتاعت الحمار طب مين اكبر الاتان ولا الجحش؟ الاتان والجحش ده ابن الاتان طب يرمزوا لايه؟ الاتان والجحش؟ الامم مع اليهود مين بقى فيهم يرمز له الجحش ومين يرمز الاتان؟ الاتان للامم؟ لا لليهود والجحش يرمز للامم اللي راكب فوق الاتان هو الله الذي يقود عشان كده ابانا القدسين شرحوها بحكمة عجيبة قالوا المسيح لما راح ارشاليم ركب الاول على الاتان وفي وسط الطريق ساب الاتان وركب على الجحش سببين؟ سبب الاولان الرفقة بالحيوان لان ده مشوار طويل عشان ما يتعبش الاتان الكبير اخدوا نص المشوار وراح راكب بقية المشوار على الجحش لاني مش معقول هيكون راكب على اتنين مرة واحدة نمرة اتنين عشان تبقى فيها الاشارة دي ان بعد ما كان الله يسود على امة اليهود تركهم وابتدى يسود على مين؟ الامم والعجيب ان الجحش وصف انه لم يركبه احد قبل كده اشارة الى ان الامم ما دخلوش في علاقة مع الله قبل كده خالص كانوا يعبدوا الايه؟ الاوثان ويقولوا كده ان الجحش الصغير دوت مش متدرب على الركوب فلازم اول واحد يركبه يكون خبير بيدربه الا هيقلبه هيقلبه فكأن الامم لم يكونوا مدربين على عبادة الله الحي لكن اللي بدأ يدربهم هو مين؟ المسيح فترك اليهود اللي هي الاتان ومسك في الامم اللي هو ايه؟ الجحش بس هنا حتة مهمة رابطا بالقرمة جحشه وبالجفنة ابن اتانه طبعا الجحش هو بعينه ابن الاتان بس هو بيكرر نفس الحكاية جحشه هو الكنيسة بتاعة العهد الجديد اللي راكبه بيسقها ووديها على الملكوت مش دخل بيها ارشاليم ارشاليم ترمز لايه؟ السماء ارشاليم السماء ايه؟ فهو بيسوق الكنيسة واخدها معاه يدخلها الابدية السعيدة طيب احنا دلوقتي من غير زعل يعني شايفين فيك نائس كثيرة وطوايف وأشكال وألوان اعرف من فين كنيسة المسيح اللي راكب عليها المسيح من النص ده؟ ايوا الكنيسة المرتبطة بالقداس تبقى كنيسته رابطاً بالكرمة جحشاه رابط الكنيسة بالكرمة رابط الكنيسة بالجفنة عصير الكرم كنيسة اللي مربوطة قوي احنا عندنا اكبر نشاط في كنيسة هو ايه؟ قداس هو اكتر ولا المؤتمرات ولا الرحلات ولا المهرجان ولا درس الكتاب ولا مدارس احد من العمل الرئيسي في الكنيسة؟ فاكرين ربنا ما يرجعها ايام كورونا الناس كانت تقول ايه؟ طب نصلي قداس طب نتناول حدش قال طب عايزين رحلة رحلة ايه في وسط الكورونا طب عايزين بس افتحونا الكنيسة نصلي قداس ومش نعمل حاجة تاني معهم حق كنيسة نجحة ان هي وصلت الرسالة لشعبها ان العمل الاساسي والرئيسي هو الكرمة والجفنة كنيسة مربوطة بالإفخارستية عشان كده وراها على طول كشف غموض الكلمتين دول لما قال غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه طبعا الخمر هو بعينه دم العنب ولباسه هو بعينه ثوبه فده نوع من الشعر اللي بيكرر الحاجة بس بألفاظ أخرى طب ايه لبس المسيح ايه ثيابه ايه لباسه ها؟ جسده اللي هو مين؟ الكنيسة مش الكنيسة نحن جسده هو الرأس يبغسل الكنيسة بدمه ودي موجودة في سفر الرؤية الناس الموجودين هناك اللي هما غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الحمل معقول واحد في الدنيا يغسل هدومه بالخمر وبدم العنب ده يعمل بقع اذا هو ما كانش قصده خالص الهدوم العادية ده عايز يقول الكنيسة التي هي جسده مغسولة بالدم عشان ما نحترش في كلمة الخمر سماها دم العنب هو المفروض العنب لما يتعصر ينزل دم ولا ينزل عصير عنب ليه سماها دم العنب؟ عشان تبقى الاشارة واضحة دم العنب مسود العينين من الخمر ومبيض الاسنان من اللبن الخمر في الكتاب المقدس يرمز للفرح مسود العينين معناها النظر قوي مسود العينين معناها الفرح مخلي وشه جميل فالكنيسة مليانة بالفرح بسبب الاتحاد بالمسيح فهيبقى الكنيسة مليانة بالفرح طول الوقت احنا في اسبوع البسخ صح؟ بنسميه اسبوع الالام واللحن بنسميه لحن ايه؟ حد فيكو حزين ولا كلنا فرحانين بالبسخة؟ حد فينا بيخرج من الكنيسة مكتئب؟ يعني في اكتر فترة في الكنيسة بيقى فيها لحن حزيني مليانين بالفرح افرحوا في الرب امتى؟ واقول ايضا علامة الانسان المسيح الحقيقي انه فرحة انا على طول ما تديش فرصة لحاجة تنكد عليه تديش فرصة لحاجة تنكد عليه ما فيش حاجة تستاهل ان احنا نتنكد خلي عينيك مسودة من الخمر خمر المسيح الذي هو الفرح طب اللبن في الكتاب المقدس يرمز لايه؟ كلام الله سقيتكم لبنا لا طعاما واللبن هو كلام الله طب السنان المبيضة دي من اللبن معناها ايه؟ معناها السنان قوية مش عشان مغسولة بالفرشة السنان البيضة قوي معناها كالسيم الفكس كتير واخده من اللبن ودي معناها على طول ان الغذى بتاعنا من الكتاب المقدس وكلمة الله خلت اسناننا قوية عشان كده بقينا نخدم كلام الله ونفهمه فيصير الكنيسة فيها فرح الروح الكدس وفيها شبع من كلمة الله نبوة واضحة جدا وجميلة جدا من قالها يعقوب عن يهودة ويقصد بها عن نسل يهودة الذي هو ربنا يسوع المسيح ربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين موسيقى